بعد الإعلان رسمياً في تركيا عن انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية بدأت السلطات العمل أكثر على تحشيد الرأي العام بتكرار الحديث عن المؤامرات والمكائد الداخلية والخارجية التي تستهدف تركيا وتأكيد على أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من شأنه أن يفسد تلك المؤامرات القيادي بحزب الشعب الجمهوري جنغيس ترك قال أن تعجيل العدالة والتنمية للانتخابات هو بسبب الخوف الشديد من انهيار شعبيته في الشارع التركي وكي لا يعطي الفرصة للآخرين كي يستعدوا لها وفي أول تصريحات له منذ إعلان ترشحه نقلت وكالة رويترز عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دامرتاش المعتقل قوله أن الانتخابات ستفتقد للنزاهة مشيرا إلى أن المئات من الصحفيين اعتقلوا وأغلقت عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية صحيفة تايمز نشرت مقالا تحدثت فيه عن الانتخابات ووصفتها بأنها ليست حرة ولا شفافة في ظل الطوارئ وفيما دعت الأمم المتحدة في آذار الماضي إلى إنهاء حالة الطوارئ واتهمت أنقرة بشن حملة اعتقالات جماعية وإيقالات تعسفية أعلنت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن شرعية الانتخابات في تركيا مهددة بعد تمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة معربة عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة الانتخابات وأوسط بتأجيلها في حين قالت المفوضية الأوروبية في نيسان الماضي أن تركيا ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي بخطوات كبيرة وركزت في تقريرها بشكل خاص على ما اعتبرته ترديا في أحوال دولة القانون وحرية الصحافة والرأي أربعة أحزاب تركية أعلنت رسميا تشكيل تحالف الأمة للوقوف بوجه أردوغان في الانتخابات التشريعية ويضم التحالف حزب الشعب الجمهوري والخير والسعادة والحزب الديمقراطي وفي المقابل تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية فيما ينافس أردوغان على منصب الرئاسة ستة مرشحين آخرين منهم مرشح حزب الشعب الجمهوري محرب إنجا الذي دعا إلى ما وصفه بالتنافس مثل الرجال والإفراج عن مرشح حزب الشعوب الديمقراطي سلاح الدين دمرتاش مضيفا أن حزب الشعوب الديمقراطي من أبناء هذه الأمة أيضا كمال عدالة والتنمية وتتساءل المعارضة التركية عن أي انتخابات نتحدث في ظل سياسة تكميم الأفواه خاصة بعد أن فتح الأعلام الموالي لأردوغان النار على الرئيس السابق عبدالله قول وبدأ العزف على احتمال انتمائه لجماعة فتح الأقول وهي التهمة الجاهزة التي تستخدمها الحكومة من أجل إسكات أي صوت معارض هذا واشتاحت آلاف الأصوات المنادية بكفى موقع تويتر باللغة التركية بعد وعود لأردوغان إنه سيستقيل إذا قالها الشعب ترجمة نانسي قنقر